عايز انت قلتلي ان انت كنت بتسعى ان التنسيق بقى مفتوح لك وانت اللي تختار الكلية بنفسك مش التنسيق اللي يختارها لك انت حقيق انت بقى عايز تخش ايه انا في الان افكر في حاجة تخص مجال الفن عمدن والأدب لانه كان سبب ناسيب دخولي اصلا ادبي لانه الحمد الفن عمدن وقضت درجت انواع كثير من عمال الفن وقضت بقى درج فيه كثير رسمه ونزيكا وكده فكنت حاسة ان افنون جميلة اقرب وحدة ليا بس بعدين حطيت اعلام وبعدين فلقتيه اكيد سياسة وتصدق للجول الحزبة بس لسه ما قررتش قرار واحد يعني لي بالآخر لسه ما حدتش حاجة معين شايف ايه اكتر حاجة انت مجذوب لها افنون جميلة بصراحة حشان احس انها هتنمي شخصيتي انا كشخص يقدر يبداع في اي مجال تاني برا الرسم او الكافيك حتى او اي حاجة زي بيه انها هتنمي شخصيتي كشخص يقدر يعمل حاجات اكتر من فكرة لوحة او حتى فيديو اناميشن او اي امكان انها بحاس انها بتنمي فان تانيت وبريد mine رفضة أنت بترجع لعجب المجال لان الفن يانمي كبرات الازع في اي مجال فانت لميونك الفنية يمكن ان تحان لديك كبرات الازعية في اي مجال فشل الحكاية لحاجة تحتاج الكبراتك الفن لا يجب انت بهم كمهما كمهما تبادي هواية فضل تفااقتك في مجالات一 نفسك في ايه ؟ نفسي أبقى عادي ناجح كده في الحاجة اللي انا فيها في مجال اللي انا فيه احاول العلاج ما اقدر اكون بعمل عليك في الحاجة اللي انا فيها عشان اقدر احس جوه نفسي ان انا مش مؤثر احس ان انا بعمل عليك عشان بحس ان هذا بفيدني احس ان هذا اكتر حاجة بحس ان انا احتاج فكرة ان انا اكون في مكان انا فيه اقدر حاجة و اقدر اكون ناجح بشكل معين هل كنت اعمل طايم لك معينة في اليوم تتذكر فيه ولا لا ؟ انا مش بحب اقيس لنفسي بذكر قديش احس ان هذا شيء تقليل شوية هل كنت بصح من النوم عادي و بخلص كل اللي ورايه على الاخر اليوم على الساعة 9 كده بخلص كل اللي ورايه و جاهز ان انا خلص هيخد شايد بيك او هنام او امكاني بس مش بنام غير لما اكون خلصت كل اللي ورايه بس بعد معديت مرحلة السنوية خلص اصدقائك بقى اللي جايين بعديك يعني تنصحهم بايه بخبرتك بقى اللي انت مريت بها نصحهم من السنة طويلة فمحتاجين يوزع بطاقة من خلال السنة عشان لا شيء يحتاجوه بعدين اصدقائك في الاواخر لان بتحتاج ان انت في الاواخر السنة بتحتاج ان انت طاقة اكبر شوية اذا انت بدأ بطاقة كبيرة جدا واكبر من طاقتك هتخلص بسرعة و هتزهج بسرعة وهي السنة محتاجة استمرارية فدي اصعب حاجة في السنة الاستمرارية على نفس المستدر فكنت انا احس ان انا فاهمت شوية في اول السنة فحاولت اقد مقدر انا اوزع تبطيخ للسنة اكيد في اوقات مكسرين او اوقات تانية مقدرين نكمل بس دي بتوزني يعني انت لو انت مصنع بداة دي بتوزني